بالله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصدون وسغاء عليهم أأنزغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذك وخشيا وحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوسلنا إليهم أسنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا وابنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيغنا بكم لئن لم تنتهوا لنوجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهددون وما لي لا أعبد الذي فطوني وإليه توجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر الله تغر عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لن في ضلال مبين إني آمنت بغبكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغ لي ربي وجعلني من المكومين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجعنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزغاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دغناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشر نغذقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقرون إلا رحمة منا وبتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تغتيهم من آية من آيات وبهم إلا كانوا عنها معدقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعب من لو يشاء الله أقعب إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى وابهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعده ورحمان ما وعده ورحمان وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزغاجهم في ضلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من وفر وحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صغات مستقيم ولقد أظل منكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستبقوا الصغات فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حعيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلغة لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوت محطرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يظل إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول موه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا آتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء غادر الآظم قادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا آغاد شيئا أن يقول له كنت يقول فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر